موسيقى السلام عليكم مشاهدي الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأجندة اليوم هو الرابع من شهر نوفمبر للعام 2017 في هذه الحلقة سنتناول بالتحليل الخبر الذي أوردته قناة بلقيس قبل أيام عن شحنة المخدرات والأدوية التي قدمتها إيران لحركة الحوثيين باعتبار أن هذا الخبر ليس مجرد خبر بل استراتيجية إيرانية لم نقل استراتيجية شيعية لها تاريخها الكديم والجديد ولها مقدمات في الفكرة الشيعي الباطنية على وجه الخصوص وكل ذلك التاريخ وتلك المقدمات النظرية جاءت بوحي الأطماع السياسية الأطماع السياسية لهذا التيار الذي حاول الدين نفسه من طريقة في الأخلاق إلى طريقة في السياسة إلى حد أنك تتصور أن الله نفسه جل جلاله في مذاهب التشيع تحول إلى موجود سياسي في المقام الأول تحول إلى إله وظيفته الأساسية هي تعيين عيال فلانة بمناصب سيادية في الدنيا والدين عن هذه الاستراتيجية لدى التيار إيران إذا صحت التسمية وعن الأثر الذي أحدثته هذه الاستراتيجية في الواقع السياسي عن إيران والحوثيين وحزب الله اللبناني وعلاكتهم بعالم المخدرات الحسية والمعنوية سيكون حديثنا لهذه الليلة ابقوا معنا سأكرأ عليكم الخبر كما ورد في موقع قناة بلقيس ثم أعود للتعليق عليه يقول الخبر كشفت وثائق عن إرسال إيران لشحنة مساعدات من الأدوية للحوثيين يصل حجمها إلى 77 طن من بينها 23 طن من المواد المخدرة التي تسبب الإدمان وتحرم القوانين الدولية المتاجرة بها ووفقاً لوثائق حصلت عليها قناة بلقيس بعثت بها لجنة التحقيق في الحادثة إلى رئيس حكومة الانقلاب هذه الوثائق بعثتها إلى لجنة التحقيق إلى رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور وفقاً لهذه الوثائق فإنه قتم فعلياً وصول تلك الشحنة الإيرانية مطلع شهر مارس من العام الحالي وتم بيعها في السوق السوداء مباشرةً دون أن تورد إلى مخازن وزارة الصحة التابعة للحوثيين يعني التابعة للانقلاب بصنعة وقالت لجنة التحقيق المشكلة من جهاز الركابة والمحاسبة والنيابة العامة قالت هذه اللجنة أنه تبين من خلال التحريات والأدلة بأن وزارة الصحة قد حصلت على معونات من الأدوية تقدر قيمتها بحوالي مليون وسبعمائة ألف دولار أمريكي في تكديرات أخرى بتقول مليونين وربعمائة ألف وأوضحت اللجنة المشكلة من جهاز الركابة والمحاسبة والنيابة العامة ووزارة الصحة بأن إجمال تلك المعونات سبعة وسبعين طن كما قلنا منها ثلاثة وعشرين طن من المواد المخدرة التي تحتوي على مادة البيثيدين والترمدول والديزبام وغيرها وتعد جميع هذه المواد من المخدرات المسببة للإدمان ولذلك يحضر بيعها في الصيدلية العامة حيث تتم إجراءات استيرادها وتخزينها وصرفها بشروط صاربة من قبل وزارة الصحة عادة في كل مكان في العالم ويعد للتجار بهذه المواد خارج القنوات الرسمية يعد من الجرائم الجسيمة التي يستحق المروجون لها عقوبة الإعدام في كثير من الدول أو السجن مدى الحياة الدول تحكم على من يبيع هذه المواد خارج السياق القانوني بالسجن أو الإعدام وقالت اللجنة أن هذه الشحنة تم المتاجرة بها خارج مخازن الوزارة وذلك بتوقيع وكيل قطاع التخطيط والتنمية نشوان العطاب الذي قام بتسهيل وتمرير كافة الإجراءات للإفراج عن الشحنة ثم التصرف بها وعدم توريد أي جزء منها إلى مخازن الوزارة بما فيها الأدوية المخدرة كما يقول التقرير أو الرسالة المرفوعة أو الخطاب الموجه لبن حبتور الجدير بالذكر أن هذه الشحنة الإيرانية ليست الأولى للحوثيين التي يتم الكشف عنها طبعا فقد أعلن الجيش الوطني من قبل أكثر من مرة عن ضبط كميات من المواد المخدرة في العديد من ثكنات الثكارات العسكرية لعناصر الحوثيين وخصوصا القرناصين منهم وكأنه القرناص محتاج لهذا النوع من المخدر حتى يخلي قلب الجامد يعني يعرف يكتله مطمئن يعني هذه ليست الشحنة الأولى وربما لن تكون الأخيرة الخبر ليس جديدا بالطبع فقد سبك وتحدثت وسائل الإعلام اليمنية عن هذه الشحنة تحديدا وعن غيرها من الشحنات التي أدخلتها إيران إلى اليمن وكانت صحيفة المخلوع قدرت قيمة هذه الشحنة بمليونين وأربعمائة ألف دولار يعني ضعف المبلغ الذي قدرته اللجنة المذكورة ونحن طبعا نميل لتصديق صحيفة المخلوع في هذا الموضوع لما ذلك أنه المخلوع جماعته أدرى من اللجنة بمسائل تقدير أسعار المخدرات يعني ما حدش يبيع الماء في حارة السكايين كما يقولون إذن المخلوع وجماعته أدرى من اللجنة بمسألة تقدير هذه الأمور والمهم أن الشحنة وصلت وتم تهريبها إلى السوق السوداء هذه المرة من المؤسسات يعني من مؤسسات الدولة إلى السوق السوداء التي يسيطرون عليها أيضا أقول هذه المرة لأنه جماعة الحوثي كانت من قبل تمتهن تجارة المخدرات وتهريبها من السوق السوداء إلى الدول المجاورة الآن بتسوي العكس أو بتهرب من المؤسسات الدولة للسوق السوداء وموضوع امتهن جماعة الحوثي لتجارة المخدرات وتهريبها قد يكون يعني غريب على بعض اليمنيين الطيبين مع أنه كما يقول المثل ما غريب إلا الشيطان ولهؤلاء الطيبين خصوصا يعني خصصنا هذه الحلقة سنحاول فيها لملمة بعض الخيوط المبعثرة التي تطريز صورة واضحة عن الموضوع الموضوع لا يحتاج لجهد كبير بالطبع يكفي أن نلفت انتباه المتابعين إلى الأخبار المتواترة في أوساط اليمنيين عن تزويد جماعة الحوثي لأفرادها المقاتلين ببعض أنواع المخدرات التي تدفعهم إلى ارتكاب الجرائم وخوض الحروب بدم بارد وشجاعة كبيرة كل اليمنيين يعرفون أن أفراد الحوثي كانوا يتناولون منشطات أو مخدرات تجعلهم يمارسون القتل بدم بارد وشفنا صور وفيديوهات كان الواحد منهم يخرج أمام الرصاص وهو يرقص هذه حالة لا يمكن تفسيرها إلا عبر بقولة المخدرات هذه ورغم صعوبة إجراءات التحقيق اللازمة في هذا الموضوع الآن إلا أن شهادات الأطباء الذين عاينوا بعض الحالات الحوثيين وشهادات المواطنين أنفسهم يعني وحالة المقاتلين أنفسهم هذه كلها تثبت هذه التهمة وبعض الصيدلانين في وقت ماضي كانوا قد لاحظوا اختفاء العكاقير وبعض الأدوية المخدرة من السوق أو شحتها لاحظوا الأمرين وربطوا ذلك بظهور الحوثيين استمعنا إلى الصيدليين كانوا يقولون أن هذه المواد منذ أن ظهر الحوثيون تراجع وجودها في السوق وشحت أو اختفت والحقيقة أنه لا يوجد تفسير مقنع لتهور مقاتلي الحوثي في المواجهات إلا بتعاطي المخدرات نحن جميعا لاحظنا حالة الاندفاع الكبير لمواجهة الرصاص والموت من قبل أفراد الميليشيا الحوثية وكثير منهم كانوا أطفال صغار يعني هذه الحالة يصعب تفسيرها بمقولة الإيمان الذي يدفع صاحب التضحي يعني ربما يقولون أن الإيمان هو الذي يدفع هؤلاء إلى الهلكة وإلى هذه الحالة الفدائية والحقيقة أنه يعني مقولة الإيمان هذه مستبعدة كثيرا لأن الجميع يعلم أن أكثر هؤلاء هؤلاء المقاتلين عرفوا طريق الجبهة قبل أن يعرفوا طريق المسجد وسيماهم في وجوههم من أثر الصخط والتعطش للقتل يعني ما فيش سيماء إيمان وكثير طبعا من المشاهدين الآن سيتذكرون بعض من عرفوا منهم يعني بجوارهم أو من أكاربهم أو من المحيط اللي بجوارهم يعرفون أن فلان الذي انضم إلى جماعة الحوثي كان سارك كات وفلان كان قاطع طريق وفلان كان صاحب مشاكل في كرية ومنطقة وفلان كان خرج سجون وفلان كان مدمن أفلان فاحشة وفلان حاول الانتحار مرات عديدة وهكذا هذه النماذج هي التي وجدت في حركة الحوثي ظلتها ووجدت مشروعها المناسب لأنه كما يقول المثال الطيور على أشكالها تقع كل شخص يبحث عن المشروع السياسي الذي يشبهه هذا ما حبينا أن نلفت الانتباه إليه كما نحب أن نلفت انتباه أولئك طيبين أيضا إلى أن الحوثيين بعد دخولهم صنعاء قد ألغوا حكما كضائيا صدر في العام 2008 يدين عصابة مخدرات إيرانية في صنعاء ألكي القبض عليها في صنعاء وكان القضاء وقتها قد حكم على زعيم العصابة الإيراني بالإعدام وحكم على هدعش آخرين بالسجن وطبعا إلغاء الأحكام القضائية من قبل عصابة الحوثي هو عمل العصابات لا عمل الجماعات السياسية المحترمة وهذا مؤشر آخر على أن لهم علاقة بعالم المخدرات الأهم من هذا كله هو معرفة أن تجارة المخدرات هي أهم مورد للجماعات السياسية التي تنتهج العنف أسلوبا للوصول إلى السلطة وفي مقدمتها طبعا للجماعات الشيعية وقد اشتهرت أو اشتهر عن جماعة الحوثي في السنوات الماضية أنها كانت تهرب المخدرات إلى المملكة السعودية وكانت تستخدم المرتزقة الأفارقة لتنفيذ هذه الأعمال علشان توفر موارد مالية لأعمالها القتالية وأعمالها التبشيرية واللوجستية المختلفة من فين يعني يوفروا يعني كلفة يعني رواتب العسكر وكلفة الحرب والمعركة وكلفة التبشير بالمذهب من فين؟ ما عندهمش موارد أخرى يعني مواردهم اللي كانت موجودة في صعدة كانت موارد محدودة جدا ما تكفيش لجماعة قررت أن تأخذ معارك مع الدولة وأن تتوسع أفقيا وعموديا داخل المجتمع لابد أنه كان في موارد غير مشروعة وموارد يعني مدرة للدخل عالي ومن الواضح أن فكرة تجارة المخدرات عموما يعني تجارة المخدرات لتوفير الموارد من الواضح أن الحوثيين قد أخذوها عن جماعة حزب الله اللبناني برعاية إيرانية طبعا لماذا؟ لأن جماعة حزب الله قد حصلت على شهادة دولية في تجارة المخدرات وزراعتها كما هو معروف يعني منذ العام 2005 تكريبا ربما قبل ذلك بدأ الحديث عن علاقة حزب الله اللبناني بعالم المخدرات حينما ألقت الشرطة الأكوادورية القبض على تاجر مخدرات لبناني كبير من آل زعيطر آل زعيطر هذولا بيتكرروا معنا الليلة وقتها الشرطة الأكوادورية ألقت القبض على واحد من زعماء المخدرات في الأكوادور وقالت التحقيقات الأكوادورية حينها إن عائلة زعيطر تمول حزب الله بـ 70% من أرباح تجارة المخدرات 70% من تجارتها من أرباح التجارة التي تقوم بها وبعدين توالت الكضايا في بلدان أخرى منها أمريكا وهولندا وإسرائيل وغيرها ولا يكاد يمر منذ العام 2005 حتى اليوم دون أن تخرج وسائل الإعلام الدولية بخبر عن علاقة حزب الله بعالم المخدرات يعني أصبح خبر علاقة حزب الله بالمخدرات أشبه بعالم الموضة كل سنة ينزل خبر جديد في العام 2006 أدرجت السلطات الأمريكية أحد المقربين من حزب الله ومعه مجموعة من الناشطين أدرجتهم في كائمة مروجية المخدرات ومغربية المخدرات في المنطقة الحدودية التي تقع بين الأرجنتين والبرازيل والبراغواي أمريكا اللاتينية متوسعة في زراعة المخدرات وتصنيعها وفي 2008 ألقت السلطات الأمريكية على شخص آخر من عائلة شيعية لبنانية متهم بالتجارة المخدرات لصالح حزب الله وكذلك في العام 2009 صرح لواء إسرائيلي أن لواء في الجيش الإسرائيلي يعني صرح أن حزب الله اللبناني لم يعد مجرد مسهل لتهريب المخدرات إلى إسرائيل كما كان من قبل بل إنه بات يمارس التهريب بنفسه أصبحوا نفسه يعني يقوم بهذه المهام الجليلة وفي العام 2010 أيضا نشرت صحيفة ديرشبيغل الألمانية الشهيرة هذه من الصحف الشهيرة في ألمانيا نشرت تقارير تؤكد أن حزب الله شوفوا المفاركة حزب الله يمول عمليات ضد إسرائيل من تجارة المخدرات في أوروبا وكذلك في العام 2011 برضو يعني ظهر تاجر تاجر مخدرات كولومبي من أصل شامي اسمه وليد مقلد أو مكلد ظهر على شاشة التلفزيون الكولومبي ليتحدث عن نشاط حزب الله في تصنيع وتجارة المخدرات في فانزويلا وأمريكا اللاتينية بالتعاون مع مجموعات عسكرية تشبه جماعة حزب الله يعني بس في أمريكا اللاتينية جماعة شبه عسكرية ليست رسمية ليست نظامية يتعاون معها في هذه التجارة الرابحة كل هذه الأخبار حفزت مؤسسة راند الأمريكية المعروفة لبحث الموضوع وتقصيه وخارجت بتأكيد التهمة على حزب الله قالت هذا حزب يمارس تجارة المخدرات لكي يمول أعمالها العسكرية بعدها مجلس النواب الأمريكي تحدث عن الموضوع بالأرقام حيث قال إن تجارة المخدرات تشكل ثلاثين في المئة من مداخل حزب الله وربما بقية المداخل من إيران وإيران كمان بالتاجر بطريقتها في المخدرات كما سيأتي وفي العام 2015 أكرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار طالبة في إدراج حزب الله كمنظمة أجنبية لتهريب المخدرات يعني هذا تاريخ غير مشرف لحزب ينتسب إلى الله ولأن المشروع الشيعي في المنطقة المشروع السياسي نحن لما نتكلم عن المشروع السيسي الشيعي نتكلم عن مشروع سياسي مش عن مذهب ولا دين لا علاقة لنا بالمذهب والأديان هنا لأن هذا التيار أو لأن هذا المشروع في المنطقة مشروع واحد وصانعه واحد المهدس المصمم وهدف واحد كذلك فإن خططه واستراتيجيات متشابهة يعني حتى مناصري حتى أنصار هذا المشروع السياسي الشيعي في المنطقة وأعضاء يشبهون بعضهم بعضهم طبعا مع فارق البيئة والثقافة يعني أنصار المشروع في اليمن غير أنصار المشروع في لبنان بطبيعة الحال يعني إحنا لأحضنا وقلنا أن أكثر أنصار الحوثي في اليمن هم من شذذ الآفاك وأصحاب السلوك والسوابك أصحاب السلوك غير المتوازن قصد يعني الشباب الذين الشباب الذي كان عاطلا عن العمل وكان عاطلا عن الأمل وعاطلا عن الفكر وعاطلا عن التوازن النفسي والأخلاقي إحنا كنا نشوفهم في المجتمع يعني كل واحد يتفقد جماعة وكرية وحارة ويشوف من اللي ينضم إلى الجماعة سيكتشف فعلا أنه مجموعة كبيرة من الشباب اللي كانوا غير متوازنين غير أسوية من الناحية النفسية والأخلاقية أصبحوا من أنصار الجماعة هؤلاء ذهبوا مع الحوثي ومثلهم تجار المخدرات في لبنان والعراق الآن معظم العائلات الشيعية التي تصنع وتتاجر بالمخدرات في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا كما تقول التكارير يعني معظمها هي عائلات مؤيدة وداعمة لحزب الله ومنها عائلة زعيطر المشهورة التي تكلمنا عنها في المادة القادمة المادة الفلمية القادمة سنشاهد نوح زعيطر هذا أحد تجار المخدرات المشهورين سنشاهد وهو يقاتل في صفوف حزب الله بسوريا يعني ونتكلبها في راسك ما علاك التاجر المخدرات في جماعة دينية جماعة دينية تحارب تحت راية الدين اسمها حزب الله طبعا الأمر بسيط يعني تاجر المخدرات فاهم فاهم اللعبة فاهم أن الدين نفسه مجرد تجارة للوصول إلى أغراض دنيوية عند هذه الجماعات وربما يقول في نفسه يعني كلنا تجار مخدرات وكلنا كتلة ما فيش فرق بيني وبين حسن نصر الله إلا أنه الفرق فقط هو في القبعة أنا لابس قبعة لاتينية وهو عمامة مذهبية يعني ما فيش فرق كبير تعالوا نشوف نوح زعيطر تاجر المخدرات المجاهد نوح زعيطر وتاجر المخدرات ماذا يقول طبعا الأخ زعيطر ينفي أن يكون تاجر مخدرات ويقول أنه فقط يدعو إلى زراعة المخدرات في لبنان لتكون مصدر دخل لللبنانيين الفقراء اللي ما عندهمش نفط مثل الأمراء الخليجيين ويتهم زعيطر يتهم بعض الأمراء في السعودية بتجارة المخدرات لكن طبعا عائلة زعيطر أصبحت مشهورة في هذه المهنة على مستوى دولي يعني تعالوا نستمع إلى مقترح المجاهد وتاجر المخدرات نوح زعيطر علشان هو طرح مقترح لحل مشكلة البطالة والدخل في لبنان علشان نشوف عينة من أنصار المشاريع الإيرانية في المنطقة نشوف هذه العينة لأنه نفس العينة موجودة في كل مكان أنا نوح زعيطر طلعت من عشرين سنة وقلت علعلن للدولة اللبنانية لازم تسمحوا بزراعة الحشيش كل مال الشعب الفقير يعيش أو أعطونا البديل الرجل اجتهد يعني اجتهد وفكر وما كسر واضح أنه صادق ومش حق سياسة مثل حزب الله جاي لهم دغري بيكلمهم بالفصيح هذه عينة من أنصار الجماعة السياسية للتيار الإسلام السياسي الشيعي والمواطن أو المشاهد ينبغي أن يتفكر ويتأمل يعني ما الذي يربط هذه الشخصيات بمشروع يزعم أنه مشروع ديني إلا إذا كان هناك شيء آخر غير ما هو ظاهر أمامنا أشياء أخرى غير الشعارات التي نسمعها عموما سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا أمامنا أمامنا ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم من جديد المثل يقول إذا كان رب البيت يتاجر بالمخدرات فمن الطبيعي أن يكون ابن البط عوام أو ابن الوز عوام يعني مش بس حركة الحوثي وحزب الله اللبناني متهمين بتجارة المخدرات بل إن إيران نفسها إيران نفسها متهمة بتجارة المخدرات وتهريبها إلى أوروبا الشرقية ودول الخليج وطبعا إيران من الدول المرشحة لهذه المهمة بسبب جوارها مع أفغانستان أفغانستان بلد الحشيش والمخدرات والتطرف ولأسباب أخرى سيأتي ذكرها أو سيأتي بعضها في سياك الكلام إيران نفسها تعاني من مشكلة انتشار المخدرات في أوساط الإيرانيين والإحصائيات الرسمية في إيران تتحدث عن أكثر من 2 مليون مدمن للمخدرات في إيران يعني إيران بالتعبير الأمني نقطة عبور ونقطة توزيع للمخدرات والمصيبة أنه منذ أن دخلت إيران العراق دخلت معها المخدرات أيضا والتكارير العراقية تتحدث الآن عن انتشار واسع لتعاطي المخدرات في أوساط العراقيين وخصوصا في مناطق جنوب العراق وهذا يعزز مقولة أن إيران عبارة عن طائر خراب لا يحلك فوق بلد إلا وكان الخراب مصير ذلك البلد إما بواسطة الفتنة المذهبية التي تصنعها وإما بواسطة المخدرات والمخدرات نوعين اللي بيجي من إيران مخدرات حسية مثل هذه اللي يتعاطوها الناس ومخدرات فكرية هذا ما تفعله دولة الولي الفقيه فما بالك بدولة الشيطان يعني كيف عاد سوي لكن لا غرابة في الأمر بالنسبة لمن قرأ التاريخ الذين قرأوا التاريخ يعرفون أن تاريخ استعمال المخدرات في أغراض التجنيد العسكري لتحقيق أهداف سياسية هذا التاريخ بدأ في إيران وتحديدا في قلعة ألموت بمحافظة كزوين الكريبة من طهران في تلك القلعة هذه القلعة الشهيرة التي كتبت عنها الروايات والقصص بعد أن حل فيها مؤسس فركة الحشاشين الداعي الإسماعيلي الحسن الصباح وسميت فركة يومها بفركة الحشاشين لأنهم كما يقال كانوا يتعاطون الحشيش المخدر للقيام بمهام الاغتيال والقتل التي برعوا فيها هذا المشهور والمتداول الحشاشون هم أشهر منفذي الاغتيالات في التاريخ طبعا والذي يعزز صحة نسبتهم إلى نبتة الحشيش هو ذلك الاستعداد العالي للموت في سبيل تحقيق أهدافهم يعني اشتهرت هذه الفركة فركة الحشاشين في القرن الخامس والسادس اشتهرت بأنها كانت تكون بعمليات اغتيال فردية لخصومها ببراعة متناهية وبشجاعة منقطعة النظير وربما نسبهم الناس إلى الحشيش إلى الحشيش المخدرة هذه لأن هذه العمليات لا يمكن تنفيذها بهذه الشجاعة وبهذه الفدائية بدون أن يكون الإنسان مخدر يعني مش معقول لواحد ينفذ عملية اغتيال وهو يعلم يقين أنه سيكتل بعدها يعني وسط الناس وكانت هجماتهم تشن غالبا في الأماكن العامة على مرأة ومسمع الجميع لإثارة الرعب كان هدفهم إثارة الصدمة والرعب حتى أن الأوروبيين قد اشتكوا كلمة أساسين التي تعني الاغتيال كلمة أساسين في اللغات الأوروبية تعني الاغتيال يبدو أنهم أو بالأصح اشتكوها من كلمة حشاشين باختصار هناك تاريخ وخبرة لدى تيار الشيعة في ممارسة الخداع من أجل تحقيق أهداف سياسية هذا شكل من أشكال الخداع ترويج المخدرات وترويض الجنود بالمخدرات هذا شكل من أشكال الخداع الذي تمارسها هذه الجماعات الباطنية ولابد أن كل مسكون بحلم الدولة الإمامية كتفكر في الوسائل المختلفة للوصول إلى هدفه يعني الواحد منهم يقف كذا يجلس مع نفسه ويقول أنا يفكر كيف يمكن أن نصل إلى غايتنا إلى الهدف السامي الذي نريده اللي هو الدولة طبعا والسيطرة على الناس ولابد أنه كتفكر وهو يكرأ سيرة الحسن الصباح أن هذه السيرة ممكن تتكرر ممكن نسويه مثل ما سوى الحسن الصباح خاصة وأنها كانت تجربة ناجحة استمرت عقود طويلة قبل أن يكضي عليها المغول يعني استمرت كرابة كرنين فلا غرابة أن يفكر حسن نصر الله أو العقول المدبرة لجماعة الحوثي في اليمن أن يفكروا بمثل هذه الوسائل لغراض التمويل والتجنيد التاريخ نفسه وتاريخ هذه الجماعات يعني يشجع ويعلم على اتباع مثل هذه الأساليب غير المشروعة في تجنيد الناس وترويض المقاتلين بالتأكيد هناك بعض المشاهدين الآن يجري في ذهن مقارنة بين فركة الحشاشين بكيادة الحسن الصباح وفركة الحوثيين بكيادة حسين الحوثي يعني بالتأكيد هناك من سيجري هذه المقارنة والحقيقة أن المشتركات بين هاتين الفركتين كثيرة يعني هناك مقاطة اتفاق وتشابه بين جماعة الحشاشين بكيادة الحسن الصباح وجماعة الحوثيين بكيادة حسين الحوثي على سبيل المثال كلاهما ينتمي إلى التيار الشيعي المؤمن بمقولة الإمام السياسية وكلاهما اعتمد العنف وسيلة لنوصول إلى السلطة وكلاهما اتهم باستخدام المخدرات في تجنيد أتباعه وترويضه وكلاهما قاد معاركه مع الدول في عصر يعني مستعينا بالجبال والكهوف يعني الحسن الصباح لجأ إلى جبل آلموت أو إلى قلعة آلموت في أحد الجبال بمحافظة قزوين وحسين الحوثي لجأ إلى جبال صعدة وفي تشابه حتى بين الأمرين قلعة آلموت هذه كانت مبنية على كهف كبير يعني على صخرة فيها كهف يشبه الكهف اللي اختبأ فيه حسين الحوثي في صعدة وطبعا كلاهما كان يلكب بالسيد أصحابه كانوا ينادوا بالسيد وكلاهما بالمناسبة يعني من اليمن الحسن الصباح ينتهي لكبه الحسن الصباح الحميري الكيال وكان والده قد رحل من اليمن إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الري مدينة الري بإيران هي مدينة الري اللي بجوار طهران تقريبا وليس كازوين يعني إذا كنا كد قلنا في الفكرات الماضية أنه كازوين بجوار إيران لسنا على أنا مش متأكد منها لكن الري اللي هي كريبة من طهران وكلا الفركتين أيضا كلاهما أيضا يظهر مع فركته في ظروف تاريخية متشابهة وإذا هو المهم يعني الظروف اللي ظهرت فيها حركة الحشاشين تشبه الظروف اللي ظهرت فيها حركة الحوثيين ظروف الظروف الأمة النفسة يعني فركة الحشاشين ظهرت في كرون عصر الإنحطاط العربي الأول يسموه عصر الإنحطاط العربي الأول اللي بدأ ربما كبيل دخول التتار إلى بداية الكرن التاسع عشر في العصر الحديث يعني الكرن الخامس والكرن السادس الهجريين هذولا كانوا ضمن عصور الإنحطاط وهنا في هذين الكرنين ظهرت جماعة الحشاشين وبعد حوالي كرن من ظهورهم سقطت العاصمة الإسلامية بغداد بيد المغول لأنه سقطت ربما في القرن القرن السادس وكان سقوط بغداد بمثابة علامة على انهيار الحضارة الإسلامية يعني يبدو أننا اليوم نشهد عصر الإنحطاط ثاني للعرب يشبه عصر الإنحطاط الأول والمفارقة العجيبة أن أبرز علامة في عصر الإنحطاط الجديد للعرب هو سقوط بغداد للمرة الثانية يعني في المرة الأولى سقطت بغداد وكان هذا السقوط علامة على دخولنا في عصر الإنحطاط وفي المرة الثانية الآن أيضا كان سقوط بغداد هو علامة على انهيارنا وعلى انحطاطنا الجديد زمان كان التتار والمغول اليوم الأمريكان وغيرهم والمفارقة الأعجب أن سقوط بغداد في المرتين قد جاء بمساعدة شيعية يعني سقطت بغداد بيد التتار بمساعدة ابن العلقمي اللي كان وزير الخليفة العباسي البعتصم آنذاك وسقطت بغداد اليوم بمساعدة إيران وشيئة إيران كما يقولون هم أنفسهم التاريخ كأنه يكرر نفسه وطبعا وبكل تأكيد نحن هنا لا ندين مذهب كما قلنا مذهبا دينيا أو نعرض به لأننا نعد أنفسنا خارج كل التصنيفات المذهبية نحن فقط نلفت الانتباء إلى عمق المشكلة السياسية العربية بسبب المذهبية السياسية المذهبية السياسية من قبل الجميع يعني سنة وشيعة ومعتزلة وخوارج وغيرهم وغيرها من العناوين التاريخية التي كان ينبغي أن تكون أن يكون محلها أو أن يكون محلها كتب التراث لا الواقع السياسي هناك تراث مذهبي يعبئ أتباعه بالضغينة والأحقاد ضد الخصوم ويبيح لهم اتخاذ كافة الوسائل الممكنة في تحقيق الانتصار للوصول إلى الهدف بغض النظر عن مشروعية هذا الطريق أو أخلاقيته من عدمها المهم هو الوصول إلى الهدف التاريخ كما قلنا ربما يكرر نفسه أو بالأصحة الإنسان يكرر نفسه ومع ذلك ومع ذلك ينتظر هذا الإنسان نتيجة مختلفة يعني هو بيكرر نفسه بيكرر نفسه المقدمات وينتظر نتائج جديدة يزرع نفس الشجرة الشوكية وينتظر أن يكطف العنب في النهاية وهذا يعني أننا أمام مشكلة في نظام التفكير نفسه نظام التفكير العربي نفسه يعني ربما خبراء التنمية البشرية يقولون لدينا نوعين من التفكير من حيث الاستجابة للنتائج نوع التفكير الفئراني نسبة إلى الفئران ونوع التفكير الذبابي يقولون أن الفئران لا تحاول الخروج من مكان واحد مرتين يعني الفئر إذا حاول يخرج من مكان ولقاه مستود ينصرف ويبحث عن مكان آخر لا يكرر المحاولة من نفس المكان ويظل هكذا ولا يأس أما الذباب فيحاول الخروج من نفس المكان المغلق عشرات المرات إلى أن يسقط من الإعياء وربما يموت والناس ربما لديهم إحدى هتين الطريقتين في التفكير بعض الناس يعني يتبع هذه الطريقة الذبابية في التفكير يحاول الخروج من نفس المكان المسدود كل مرة دون أن يتطعب يعني إحنا عندنا مقدمات أوصلتنا إلى ما نحن فيه وكان المفروض أن هذه المقدمات خلص نستبعدها ونبحث عن مداخل جديدة ونتعرف على أن كان ضعفنا وأسباب خسارتنا وانهزامنا وانكسارنا لكن لا ندري لماذا حصة للتعاض عند العربي غير موجودة أقول العربي على وجه الإجمال وإلا فإن هناك نخبة من العرب المعاصرين الآن بطبقة الشباب تحديدا في غيط النضج والوعي السياسي وعليها نعول يعني في الأخير ما تقوله هذه الأخبار بشكل غير مباشر هو أننا أمام جماعات لا أخلاقية جماعات ميكافيلية خالصة مع أنها تقدم نفسها باعتبارها جماعات أخلاقية وجماعات دينية جماعات وجدت من أجل الغاية التي تطلبها يعني فقط الغاية يعني مهما كانت الوسائل ممنوعة لا يهم المهم هو الوصول إلى الغاية في مثل هذه الحالة ينبغي أن نبحث تائماً عن جبل الجليد الذي يختفي تحت الماء كما يقولون هذا ما ظهر يعني إذا ظهر لك هذا الجزء اليسير من الانحراف لدى هذه الجماعة فأعلم أن لديها من الانحراف تحت تحت السطح ما هو أضعاف أضعاف هذا الظاهر والجماعات التي من هذا النوع طبعاً تخفي كثير من حكائكها كما نقول في تحت السطح وفي الغرف المغلقة الجماعات التي تبيح لنفسها الاتجار بالمخدرات من أجل الوصول إلى السلطة لإشباع رغبة السيطرة لديها والتسيد على الناس هذه الجماعات هي جماعات باطنية في عالم السياسة يعني باطنية بالمفهوم السياسي يعني جماعات لها ظاهر ولها باطن ظاهر تقدم نفسها لعموم الناس بشكل جميل وفي الباطن تقدم نفسها للأجنبي بشكل مختلف يعني أمام اليمنيين تظهر وباعتبارها جماعة دينية باعتبارها جماعة تدافع عن قضايا المستضعفين في فلسطين وربما في الغرف المغلقة هي تتعامل مع الأمريكان والبريطانيين والألمان وغيرهم وتقول لهم نحن أفضل ناس ممكن يحاربوا الإرهاب نحن مكلاؤكم بإمكانكم أن تتعاونوا معنا وبإمكاننا أن نتعامل معكم لأهداف مشتركة وهذا الكلام هو اللي خلى جماعة الغرب يقضوا الطرف عنها في أدنى الأحوال يقضوا الطرف إن لم يكنوا قد تعاونوا معها بشكل إيجابي يعني مباشر ربما لا نعرف الآن بالضبط العلاقات السرية لجماعة الحوثي ببعض دول الغرب وكيف سهلت لها هذه الدول الطريق إلى صنعاء وسهلت البقاء فيها حتى الآن ربما لا نعرف هذه العلاقات السرية ولا من الذي دار في الغرف المغلقة لتمكين المنظومة السياسية الشيعية في الجزيرة العربية برمتها يعني نحن نشهد تمكين سياسي للمنظومة الشيعية في المنطقة العربية وهناك يعني كاتب شيعي من أصل شيعي لكنه أمريكي أمريكي من أصل شيعي مؤلف كتاب اسمه صحواته الشيعة وبالمناسبة هذا المؤلف هو مستشار الرئيس الأمريكي لا أدري أي رئيس أمريكي كان هو مستشار عموما للسياسة الأمريكية هذا الرجل صاحب صحواته الشيعة يقول أنه الوقت الراهن أو القرن الواحد والعشرين هو قرن شيعي وكأنه يتحدث عن معلومات كأنه لديه معلومات عن توجهات أمريكية وتوجهات غربية تريد تمكين المنظومة الشيعية في المنطقة لأهداف حدثنا عنها من قبل كل هذا قد يكون الآن غير معروف بالوثائق لكن الشواهد ما يظهر تدل عليه وهناك يتدخل الأدب أحيانا إذا كان عندنا فيه فجوات في التاريخ وما عندناش وثائق وما قدرناش نسد بعض الفجوات أحيانا الأدب يتدخل ليسد مثل هذه الفجوات التي يتركها السياسيون ويخبرنا عما يدور في الغرف المغلقة يعني من الروايات المهمة التي سلطت الضوء على أساليب الجماعات السياسية ذات الأسلوب الباطني رواية كتبها علي أحمد باكثير اسمها الثائر الأحمر هذه الرواية تشرح أو تسلط الضوء على الطريقة على الأسلوب المتبع لدى الجماعات الباطنية السياسية في تجنيد الناس وفي طوريطهم وترويضهم وهناك وشائج كثيرة بين عالم الأدب والسياسة تحتاج إلى كلام ليس هذا وقته أظن أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة أرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة